الرئيس السيسي يستقبل مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار وإشادة أوروبية بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية مدبولي يوجه بسرعة تفعيل مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن لافروف يشدد على ضرورة سحب السلاح التقيل من أوكرانيا ويشير إلى احتمالية تورط دولة ثالثة في الأزمة بسبب تزويدها كييف بالسلاح السادسة في القاهرة الرابعة بتوقيت جرانيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على المكانة المهمة التي يتمتع بها لتحاد الأوروبي ومؤسساته في إطار السياسة المصرية والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك وذلك على خلفية كون أوروبا الشريكة التجارية الأول لمصر جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي مفوضة لاتحاد الأوروبي أليفر فارهيلي لسياسة الجوار والتوسع استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد أليفر فارهيلي مفوضة لاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية بمشاركة السفير كريستيان بيرجر السفير للتحاد الأوروبي بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على المكانة الهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في إطار السياسة المصرية والتي ترتكز أهل الاحترام المتبادل والتعاون المشترك وذلك على خلفية كون أوروبا الشريكة التجارية الأولى لمصر فضلا عن الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط واشتراك الاتحاد الأوروبي في عملية التنمية التي تشهدها مختلف القطاعات في مصر ومعربا سيادته في هذا الإطار عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة من جانبه آرب مفاوض الاتحاد الأوروبي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مثمنا العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر ومؤكدا اهتمام الجانب الأوروبي بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية مع مصر بالنظر إلى تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي وفي ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دوليا وإقليميا بقيادة السيد الرئيس وكونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي ومحور صون الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي سواء فيما تعلق بأبعدها السياسية أو الاقتصادية والتنموية حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشادها التعاون المؤسسي بين الجانبين وتأكيد الحرص على أهمية استمرار تنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة كما تطرق الاجتماع إلى تناول تطورات القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتدعيتها الاقتصادية على المستوى العالمي خاصة في مجالات الطاقة والغذاء كما تم تبادل وجهة النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وسبل تنسيق المشترك في الفترة القادمة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه جهود تحسين الأحوال المعيشية والخدمية في قطاع غزة تكاملا مع المبادرة المصرية لإعادة الإعمار كما تم تبحث حول مستجدات الأوضاع في ليبيا حيث تم التوافق على أهمية الإسرع في مسار عقد الانتخابات حيث أكد سيد الرئيس في هذا الإطار على أهمية إنهاء تواجد الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا والتي تقود فرص تحقيق الاستقرار والسلام أضف المتحدث الرسمي أن المفاوضة الأوروبية أشاد بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية مؤكدا تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود ووقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016 خاصة وأن مصر تستضيف أكثر من ستة ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية وهو ما يعد نموذجا ناجحا في المنطقة في هذا الصدد تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس كما تم خلال اللقاء تناول قضية السد النهضة حيث أكد سيد الرئيس للمفاوض الأوروبي أهمية تلك القضية الوجودية بالنسبة لمصر وشعبها مشددا سيادته على الموقف المصري السابت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وفق القانون الدولي ذو الصلة في هذا الشأن أكد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والمسال والكهرباء وإنتاج الهايدروجين الأخضر تمهيدا لتصدير فوائد الطاقة إلى أوروبا جاء ذلك خلال استقبال شكر مفاوضة لاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع أوليفر فرهيلي بمقار وزارة الخارجية كما عرض وزير الخارجية لاستعدادات والجهود الجارية لاستضافة ورئاسة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ قاب 27 كما أكد وزير الخارجية على أهمية استمرار التعاون للتعامل مع تدعية الأزمة الأوكرانية على مصر خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي لا سيما من خلال دعم المشروعات المتعلقة بالزراعة وتطوير التكنولوجيا الزراعية وغيرها من المقترحات طويلة الأجل وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأهمية العمل على سرعة تفعيل ما تشتمل عليه مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة من أوجه التعاون بين مصر والإمارات والأردن والعمل على سرعة توقيع العقود التنفيذية للمشروعات التي تم توافق بشأنها جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة واستهل مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد مؤخرا مراسم توقيع التعاقد مع شركة سيمينز العالمية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي ثلاثة خطوط يبلغ طولها حوالي ألف كيلو متر على مستوى الجمهورية من ناحية أخرى تطرق رئيس الوزراء إلى زيارة الرئيس البولندي إلى مصر مشيرا إلى أن مباحثات الرئيس السيسي مع الرئيس البولندي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما في الجانب الاقتصادي وفق مجلس الوزراء على عدد من القرارات خلال اجتماعه حيث شملت الموافقة على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تنويل التحول إلى وسائل النقل المستدامة ويكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يوني به كما وفق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لسندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019 أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية تطبيق الكامل لمنظومة نافذة ونظام التسجيل المسبق للشحنات وذلك بالنظر إلى دورهما في حوكمة الإجراءات وبالتالي تبسيطها بما يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير والتيسير على مجتمع الأعمال جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة موقف منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات حيث شدد رئيس الوزراء على أهمية الارتقاء بمستوى الأداء بمنظومة النافذة الواحدة بالمراكز اللوجستية بما يضمن تكامل مشروعات التحول الرقمي التي تتبنىها الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي يواكب العصر في سياق متصل استعرض الاجتماع موقف إنشاء سبعة معامل مركزية والتي ستكون جاهزة بحلول الأول من يوليو القادم حيث ستسهم هذه المعامل في تسريع إجراءات الفحص والإفراج وتفادي نقل العينات للفحص خارج الموانئ ترجمة نانسي قنقر أكد رئيس مجلس الوزراء متصف مدبولي ضرورة بدل أقصى الجهود لتوفير الأراضي الجاهزة لإقامة محطات تحلية مياه البحر بحيث تصل تاقتها الإجمالية إلى نحو مليونين متر مكعب يوميا وذلك استعدادا لترحيها على شركات القطع الخاص وشدد مدبولي خلال اجتماع لمتابعة موقف الأراضي المزمع ترحوها على القطع الخاص لإقامة محطات لتحلية مياه البحر شدد على أهمية جاهزية هذه الأراضي دون أي معوقات وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 والتوسع نحو إقامة المزيد من محطات التحلية لإتاحة المياه النقية خاصة في المناطق السحلية والمحافظات المطلطة على البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص كخطوة على طريق زيادة مشاركته في الاقتصاد خلال السنوات القليلة القادمة ووصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم حجب السلع عن تداول بالأسواق في محاولة من البعض لرفع أسعارها وكذلك جرائم بيع سلع منتهية الصلاحية هذا وقد نجحت الحملات الأمنية في هذا الإطار في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التالية نتابع في إطار تصدي أجهزة وزارة الداخلية الحاسم للجرائم التموينية المتنوعة بخاصة جرائم حجب السلع عن تداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنصف مع فرعيها الجغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط أكثر من 86 طن دقيق وسكر ومكارونة وأرز وزيط عم مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني بحوزة المسؤولين عن سلاسة مخازن لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة والفيوم وضبط قرابة 68 طن زيط طعام ومكارونة وأرز قام صاحب مخزن سلع غذائية بدون ترخيص بالجيزة بحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها وبيعها بأزيد من سعرها المتداول ونجحت الإضارة في ضبط قرابة 24 طن مواد غذائية قام المسؤولان عن محل وشركة لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة والشرقية بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة من وراء بيعها بأزيد من سعرها المتداول وضبط قرابة 49 طن حديد وأسمنت مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بحوزة مسؤول مخزن لتجارة مواد البناء بالشرقية وملك مخزن لتجارة مواد البناء بالقليوبية قام بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء كما تم ضبط طنين أسميدة زراعية مدعمة محزور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بحوزة مالك محل لتجارة الأسميدة الزراعية بالبحيرة لبيعها بالسوق السوداء وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصراحية تمكنت الإدارة من ضبط قرابة 33 طن أسماك وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتمثل ضررا على صحة المواطنين حال ترحيها للبيع والتداول بالأسواق بأربعة مصانع لتعبئة وإنتاج الأسماك بدون ترخيص بالغربية والشرقية وضبط 24 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات بالشرقية وضبط 30 طن من حطعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن معمل لمنتجات الألبان بالبحيرة وتمكنت الإدارة من ضبط 24 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيواني وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية خلال حملات شنتها الإدارة بالدقاهلية والشرقية وضبط كرابة 20 طن أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي وتؤثر على الثروة الزراعية حال ترحيها للبيع وذلك بالفيوم والشرقية وتتواصل الحملات الأمنية للتصدي لكافة الجرائم التمونية ومعها يتواصل تحقيق النتائج الإيجابية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتباعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 415 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 76 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط 30.5 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط أكثر من 45 طن في مجال عدم الإعلان على الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 620 قضية من بينها 89 قضية خبز نقص الوزن و101 قضية خبز غير مطابق للموصفات أما في مجالي ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 10 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 73 طن أقماح محلية أعربت وزارة الخارجية عن خالص التعازي والمواساه لجمهورية البرازيل الاتحادية في ضحايا الفيضانات بمناطق في شمال شرق البرازيل والتي أصفرت عن عشرات من المتوفين والمفقودين كما تقدمت مصر بصادق التعازي لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين وأكدت على تضامنها ووقوفها مع البرازيل في جهود البحث الجارية عن المفقودين جراء هذا المصاب الأليم إلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أكد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان أن موقف دول مجلس التعاون الخليجي موحد من الأزمة في أوكرانيا ودعا بن فرحان خلال الاجتماع الوزري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا إلى العمل على التهديئة وإيجاد حال الأزمة الأوكرانية يأتي الاجتماع في ظل زيارة يقوم بها الوزير الروسي إلى السعودية حيث أقد الاجتماع برئيسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف وقال الحجرف أن المجلس بحث عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس التي صدرت سابقا وكذلك الموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية والمستجدات التي تشهدها المنطقة اتهم وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف الدول الغربية بمخالفة مثاق الأمم المتحدة بتصرفتها ضد موسكو مشددا على ضرورة سحب السلاح الثقيل من أوكرينيا وخلال مؤتمر صحفي أشار لافروف لاحتمالية تورط دولة ثالثة في الأزمة الأوكرانية بسبب تزويدها كييف بالسلاح كما أضاف لافروف في الوقت ذاته إلى أن بلاده تواجه صعوبات في تصدير الحبوب بسبب العقوبات على السفن فيما يتعلق بروسيا ليس لديها أي مشاكل في ضمان وصول وتوريد الحبوب إلى الأسواق العالمية المشكلة موجودة فقط لدى عدم وجود حرية خروج لهذه السفن من الموانئ الأوكرانية بسبب الألغام التي وضعتها القوات الأوكرانية اتهم الكريملين واشنطن بإشعال الأزمة بعد الإعلان عن تسليم أنظمة صواريخ أمريكية إلى كييف وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين أن الولايات المتحدة متمسكة بقتل روسيا حتى آخر جندي أوكرانية وأوضح بيسكوف أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي ستضر بسوق الطاقة العالمية مشيرا إلى أن موسكو يمكنها تغيير مصار الصدرات للحد من خسائرها قالت روسيا أن قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطورة ودخائر سيزيد من مخاطر وقوع مواجهة مباشرة وصرح نائب وزير الخارجية روسي سيرجيل رياب كوفا بأن موسكو تنبر إلى المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بشكل سلبي للغاية مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لسنوات عديدة لم تحاول فعل أي شيء من أجل إيجاد حل للصراع الأوكرانية في المقابل أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا للتصادي للقوات الروسية عبر تزويدها بأسلحة نوعية وأضاف بلينكين أن واشنطن تسعى لجعل أوكرانيا أقوى في أي مفاوضات مستقبلية مع روسيا في هذا اليوم كان الرئيس بايدن قد أعلن عن حزمة مساعدة إضافية وأسلحة متطورة وهم يحتاجونه على وجه التحديد للتصدي للعدوان الروسي وهذا يشمل أنظمة صواريخ يمكن استخدامها في ميدان المعركة لتصيب أهدافا بعيدا هذه الاستراتيجية قد بدأت حتى قبل اندلاع الحرب الروسية إذ كنا نقوم بإرسال عدد كبير من الأسلحة والدخيرة لأوكرانيا لتصدي وردع أي هجوم روسي كان يمكن أن ينبطق من جنبه أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ أن الحلف عزز وجوده في الجزء الشرقي تحسبا لأي حسابات روسية خطئة كما شدد ستولنبرغ على ضرورة العمل على منع تمدد الصراع القائم في أوكرانيا أود أن أرحب بالحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية التي تم الإعلان عنها هذا الصباح وهذا يظهر مدى حسن القيادة الأمريكية أن الدعم القوي من قبل النيتو وحلفائه يظهر أن حرب بوتين الدموية سوف تفضي إلى انتصار أوكرانيا وفي ذات الوقت لا بد لنا أن نمنع هذا الصراع من التصعيد أكثر من ذلك أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن روسيا دمرت 200 مصنع في أوكرانيا منذ بداية عملياتها العسكرية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وأضاف زيلنسكي أن بلاده فقدت 35% من ناتجها القومية بسبب العملات الروسية في أوكرانيا قالت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية تقتربت أكثر من وسط مدينة سفيرو دونتسك شرق أوكرانيا وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية ربما تضم مقاتلين من الشيشان سيطرت حتى الآن على أكثر من نصف المدينة من جانبه أعلن حاكم منطقة لوهانسك سيرجي جايدي أن القوات الروسية تعزز من مواقعها وسط مدينة سفيرو دونتسك مشهيرا إلى أن القوات الروسية ستقوم بهجمات أيضا في الأحياء الشمالية والجنوبية والشرقية في المدينة الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر أعلن المستشار الألماني أولف شولتز أن ألمانيا ستقدم أنظمة حديثة للدفاع الجوي إلى أوكرانيا وقال شولتز في خطابه أمام البرلمان الألماني البوندستاج أنه بمساعدة هذه الأنظمة ستكون أوكرانيا في وضع يسمح لها بحماية مدينة رئيسية بأكملها من الهجمات الجوية الروسية أضف شولتز أن ألمانيا تعهدت بمنح أوكرانيا رادار تعقب قادر على اكتشاف مدافع الهاوترز ومدافع الهاون والمدفعية الصاروخية وأكد المستشار الألماني أن برلين سترسل قاضفات صواريخ متعددة إلى أوكرانيا بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة مواضحا أن هذه الأنظمة لن تكون قادرة على استداف الأراضي الروسية أعلنت بولندا أنها استقبلت حتى الآن ثلاثة ملايين وسبمائة وخمسين الف لاجئ انفروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وأوضحت وكالة حرس الحدود البولندية أن نحو 22.500 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد خلال 24 ساعة الماضية مقابل 20.800 لاجئ في اليوم السابق عليه يذكر أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة لدعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفرين من بلادهم يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وإلى خدمات اجتماعية قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف إن الأزمة الروسية الأوكرانية وبعد مرور ما يقرب من مائة يوم منذ اندلاعها أحدثت عواقب وخيمة على الأطفال بنطاق وسرعة لم نشهدهما منذ الحرب العالمية الثانية وأفادت منظمة الأممية وفقا لبين الله بأن هناك ثلاثة ملايين طفل داخل أوكرانيا وأكثر من مليوني ومائتي ألف طفل في البلدان المضيفة للاجئين بحاجة الآن إلى المساعدة الإنسانية مشيرة أن حوالي طفلين من بين كل الثلاثة أطفال نزحوا بسبب القتال وأضحت اليونسيف أن حوالي مائتين واثنين وستين طفلا على الأقل قتلوا وأصيب نحو أربعمائة وخمسة عشر منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي قالت شركة جازبروم الروسية لإنتاج الغاز أنها قطعت الإمدادات عن شركة أوستد الديمماركية وشركة شيل أنرجي بموجب عقدها لتزويد ألمانيا بالغاز بعد عدم استداد شركتين المدفوعات بالروبل وأوقفت جازبروم بالفعل الإمدادات إلى شركة تجارة الغاز الهولندية جاستيرا وكذلك إلى بلغاريا وبولندا وفنلندا بعد رفضها دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي كما طلبت موسكو ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا وقالت شركات ألمانية وإيطالية وفرنسية أنها ستشارك في خطة السداد الروسية لضمان الحفاظ على الإمدادات توقع اتحاد تجارة الحبوب الأوكراني أن ينخفض محصول أوكرانيا من القمح في 2022 إلى 19 مليون ومئتي ألف طن من 33 مليون طن سجلها في عام 2021 لكن انخفاض الصدرات سيدفع المغزونات لمستويات الارتفاع قياسية كما توقع الاتحاد أن تتمكن أوكرانيا من تصدير عشرة مليون طن من القمح وخمسة عشر مليون طن من الذرة لكن الطاقة التصديرية الحالية لا يمكنها أن تتخطى ثمانية عشر مليون طن للموسم بأكمله وترجعت صدرات كياب بشكل حاد بعد أن أغلقت روسيا موانئها على البحر الأسود منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أقرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يلين بأخطاء في تقييماتها السابقة لتضخم المرتفع الذي تشهده الولايات المتحدة حاليا وقالت يلين أنها لتتوقع أن يصبح التضخم مشكلة مضيفة أنها قللت من شأن الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد من عوامل مثل ارتفاع أسعار الطاقة ومشاكل سلسلة التوريد الدولية ومع ذلك ارتفعت أسعار المستهلكين في إبريل الماضي بنسبة بلغت ثمانية فاصل ثلاثة في المئة مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي وفقت المفوضية الأوروبية على خطة يونانية بقيمة خمسين مليون يورو لدعم قطع الثروة الحيوانية في سياق معالجة تدعية العمليات العسكرية الروسية في أوكرينيا وذلك بمجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على معالجة الأزمات المؤقتة وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية إن هذا المخطط الذي تبلغ قيمته نحو خمسين مليون يورو سيمكن اليونان من دعم مربي الماشية المتضرغين من زيادة تكليف المداخلات الناجمة عن أزمة أوكرينيا والعقبات ذات الصلاة سجلت سريلانكا التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها معدل تضخم غير مسبوك في مايو الماضي للشهر الثامن على التوالي وبحسب أرقام رسمية ارتفع مؤشر أسعار المستهلكة في كولومبو بنسبة وصلت إلى 39.1% على أساس سنوي الشهر الماضي مقابل ارتفاع بنسبة 29.8% في إبريل الماضي كما بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية في كولومبو 57.4% في مايو الماضي مقابل 46.6% في إبريل نشرتنا مستمرة مع حضراتكم نتابع فيها منظمة الصحة العالمية تطرح رشدة علاجية لاحتواء ومحاصرة مرض جوديري القردة ترحت منظمة الصحة العالمية رشدة علاجية لاحتواء ومحاصرة جوديري القردة لوقف انتقال العدوى إلى أقصى حد ممكن وأكد المدير الإقلامي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانزي كلاغ ضرورة العمل على السيطرة على تطور السريع للوضع بشكل سريع موضحا أن رشدة تتمثل في اتخاذ عدة إجراءات أولها إشراق المجموعات المجتمعية وقادتها ومنظمات المجتمع المدنية بنشاط لزيادة الوعي ومشاركة المعلومات حول كيفية تقليل مخاطر التعرض للمرض لافتا إلى ضرورة إلزام المرضى بالعزل خلال الفترة المعدية لمرضهم والتعقب السريع لجميع المخالطين للحالات والتأكد من عدم ظهور المرض عليهم خلال 21 يوما وذلك مع اتخاذ التدابير الطبية المتاحة حاليا بصورة عادلة ومنصفة استنادا إلى مستوى الخطر ومدى توفر التدخل ومدى ملاءمته اشتركوا في القناة للحديث معنا حول هذا الموضوع معنا هاتفيا دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية أهلا بك معنا دكتور يعني إلى أي مدى يمكن لهذه الرشدة العلاقية أن تحجم من انتشار جدري القردة برأيك؟ مساء الخير للجميع بالنسبة لمرض جدري القرود احنا اليوم نتكلم عن أزياد من 200 حالي في العالم في 200 دولي وأكثر من 150 حالي مشتبه فيها السؤال اليوم المهم اللي احنا كعلماء وكقدرين في صحة العالمية نجاوب على لماذا مرض جدري القرود ضعر في فترة كثيرة أرقام كبيرة مثل هاي الأرقام يتلف عن ظهوره السابق بعد ما تم مقاومته في سنة 1980 عشان هيك لازم نستمر بالوقاية بالنصيح والترشدات لكشفى الأعراض اللي موجودة عند المصابين عزل المصابين بدون رعب وقوف لأنه مش عنده أعراض خطيرة وحتى الآن نتكلم فقط في حالة توفي في نيجيريا كثير من الأشخاص اللي عملوا تطعيم قبل خمسين سنة لمرض جدري القرود أو جدري العادي عندهم مقاومة لأخر المبرض اليوم الخبر كثير عن الأفطال وخصوصا أكل من سنة وفي نفس الوقت كل شخص مصاب احتمال أنه يصير أشخاص ثانيين تعد من واحد إلى خمسين نعم وهنا أسألك دكتور نعم إلى أي مدى الإجراءات الاحترازية التي كانت متبعة في حالة مرض كورونا وأعلم جيدا أن هذا المرض مختلف عن جدري القرودة من حيث الشكل والمضمون لكن إلى أي مدى هذه الإجراءات الاحترازية ربما تفيد في مسألة العزل وخلافه في مسألة عدم انتشار المرض بشكل واسع وعلى نطاقات واسعة نعم نحن نجد أن نقسم النصائح في نوعين أول شيء انتقال الفيروس من الحيوان إلى الإنسان إذا صار احتكال كوي وإذا صار هذا المعروف من الحيوان مثلا الحيوان عبد إنسان ومعروف عرض هذا هذا الحيوان يجب أن يأخذ إجراءات بأقترات وقت ممكن في نفس الوقت الإنسان يعدي الإنسان الثاني في طريقة الاحتكاك المباشر احتكاك الجلد خصوصا في الظهور التضخم الجلدي وفي نفس الوقت عملية الجلد واستعمال جميع النصائح والإرشادات في هذه الحالة وخصوصا الجلد بين الظهور لأنه فيه احتمال كبير لأنه ينتشر في طريقة الدم أو بوصيلة الدم أو بالاحتكاك المباشر في عملية ممارسة الجلد وخصوصا بين الظهور زي ما ظهر في إسبانيا بعد مهرجان العملو وكان حوالي 8 حالات كلاتهم ضهور وكان احتكاك مباشر بين بعض وخصوصا في ممارسة الجلد عشان هيك لازم نأخذ بعين اعتبار هذه الحالات نعم وأكل الحوم بعد غسلها في طريقة جيدة لأنه للأسف انتشار الفيروس يتم أيضا بوسيلة الحوم المتلوثة والغير مقصولة في طريقة جيدة ومش متبت منين أصلها عشان هيك هاي وسيلة لازم نستفعي الاعتبار إنها بتسبب انتقال وفي نفس الوقت الملابس أو السطوح وخصوصا الملابس إنه الملابس للشخص المصاب لازم الواحد يغسلها أو لم يتم احتفاج معها أحسن وعشان يتم مش العجل فكرة تك دكتور فؤاد عودة رئيس الرابط الطبية الأوروبية أشكرك جزيل الشكر رفعت اليابان الحد الأقصى للوافدين يوميا إلى البلاد من الخارج إلى 20 ألف شخص وسط استمررها في تخفيف ضوابطها على الحدود للتصدي لجائحة فيروس كورونا وأوضحت الحكومة اليابانية أنها قررت أيضا إعفاء الوافدين من ضرورة العزل والخضوع لاختبارات كورونا من 98 دولة ومنطقة حول العالم ويأتي تخفيف القيود في الوقت الذي تسعى فيه اليابان إلى تبسط متطلبات الدخول للزوار الأجانب لتحدو حدوى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الأخرى بعد تعرضها لانتقادات في الداخل والخارج بسبب ضوابطها الصارمة على الحدود ألغت الحكومة اليونانية للمرة الأولى منذ عامين تقريبا إلزامية ارتداء أقنعة الوجه للوقاية من فيروس كورونا باستثناء بعض الأماكن وأوضحت الحكومة اليونانية أنه حتى الخامس عشر من سبتمبر المقبل سيكون بمقدور المواطنين اليونانيين دخول جميع الأماكن المغلقة بدون قناع دون أن يكونوا عرضة لدفع غرامة كما سيتمكن الطلاب من حضور الفصول الدراسية دون ارتداء أقنعة أعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشطوع القومي لتطوير الريف المصري للمبادرة الرئاسية حياة كريمة شاهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع كما تم عرض ملخص تنفيذي لإنهاء كل من شبكات الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية وكذلك شبكات الغاز وشبكات الكهرباء بالإضافة إلى شبكات الاتصالات والطرق والمجمعات الحكومية وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن عدد مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير 1477 قرية يبلغ نحو 30 ألف مشروع حيث تم الانتهاء من أكثر من 90% من المشروعات المستهدفة في ثماني محافظات وأكثر من 70% من المشروعات المستهدفة في سبع محافظات وأقل من 70% في خمس محافظات أجرت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي الكشف الطبي على 1769 مواطنا من مواطني قرى محافظة البحر الأحمر خلال شهر مايو وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إسماعيل العربي أن القوافل الطبية تقام شهر أو شهريا بقورة البحر الأحمر مشيرا إلى أنه تم إجراء عدد 471 فحصا معمليا و292 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وعقد 62 ندوة تفقيف صحية وعملوا 65 قرار علاج على نفقة الدولة وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر انطلقت القوافل العلاجية في ربع المحافظة عن شهر مايو بحوال 8 قوافل العلاجية تم عمل فيها 1700 كشف تقريبا إجراءات معملية 471 وأشعة 178 حالة وتم الكشف مبكر على الأمراض المزمنة 92 حالة وانطلقت الندوات التفقيفية في القوافل الطبية عن طريق 62 ندوة و65 تقرير طبي في جميع العلاج المحافظة أعلنت وزارات الصحة عن إطلاق 54 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية وخلال الفترة من الأول إلى العاشر من يونيو ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأشارت الوزارة إلى أن القوافل ضمت كافة التخصصات الطبية بجانب خدمية الأشعة والتحاليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة في إطار زيارة المفاوض الأوروبي لدول الجوار وسياسات التوسع بالمفاوضية الأوروبية أوليفر فارهلي لمصر شاركت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط كمتحدث رئيس من خلال كلمة عبر الفيديو في حفل إطلاق مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلول الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 25.5 مليون يورو تديرها الوكالة الفرنسية للتنمية إطلاق مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليون يورو وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية ويقوم بتنفيذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لبيات الشرب والصرف الصحي ويشارك كذلك في تمويلي كل من الوكالة الفرنسية للترمية وبنك الاستثمار الأوروبي إن الاحتفال يعكس أهمية العمل المشترك مع مؤسسات التعاون الترموي الثنائية ومتعددة الأطراف ممثلة في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات التمويلية الأوروبية عن طريق تطبيق آليات التمويل المختلط وذلك في ظل استمرار جهود الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى من خلال توفير استثمارات كبيرة لإنشاء بنية تحتية عالية الجودة ونشر التكنولوجيا العالية وتطبيق أفضل الممارسات في كافة المجالات ومن ضمنها المياه والصرف الصحي والري عقد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي اجتماعا لاستعراض مجودات الوزارة في مجال حصر الأملاك الخضع لها وسبل حمايتها وتطويرها وأكد وزير الموارد المائية أنه في إطار رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسة الدولة فإنه جار حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة على مدار اليوم لمنظومة توريد الأقماح على أرض المحافظات والعمل على تدليل كل المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية التوريد مع المزارعين سواء في الصوامع أو أماكن التجميع أو الشوان وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية مراجعة الكميات المستهدفة بكل محافظة بالكميات التي يتم توريدها يوميا لتحقيق المستهدف والمعلن عنه بكل محافظة خلال الفترة الماضية وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن معدلات ونسب التعديات على الأراضي الزراعية خفضت خلال الأشهر الثلاثة الماضية نظرا للجهود والمتابعة اليومية وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى محطتنا الاقتصادية الجولة الاقتصادية تقدمها لنا الزميلة حكمة عبد الحميد شكرا نوها شكرا فاطيما وهذه بالفعل الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن ارتفاع ملحوظ في صادرات مصر من الغاز الطبعي المسال خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 حيث ارتفعت بنسبة 98% لتصبح بذلك 3.9 مليارات دولار وأوضح المركز أن إرادات التصدير من الغاز الطبعي زادت بنحو 768% لتصبح 4 مليارات دولار في 2021 مقارنة بنحو 456 مليون دولار في 2020 أعلنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية نتيجة المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن بالصحراء الشرقية لعام 2020 في جولتها الثانية وأوضحت الهيئة أنه تم إسناد ثمان مناطق إلى أربع شركات إنجليزية وكندية ومصرية وتمثل نتيجة الجولة الثانية من المزايدة ناجاحا في جذب استثمارات جديدة بالرغم من التحديات العالمية المتلاحقة المتمثلة في جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية بما لهما من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمية ودخل استثمارات وامتدادا لما تحقق في الجولة الأولى بالمزايدة التي تم خلالها إسناد 82 منطقة بالصحراء الشرقية إلى 11 شركة مصرية وعالمية تفقدت وزيرة التخطيط هالا السعيد ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أعمال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجهت الوزيرة خلال جولتها بضرورة توفير الدعم اللازم للمشاركين وموثل الجهات المختلفة ومتابعة التحديات التي قد تواجهها أي منهم مشددة على انتشار جميع فرق عمل الوزارة للحفاظ على سير عمل الجلسات المنعقدة خلال فعاليات الاجتماعات السنوية يشارك في الاجتماعات وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها 57 دولة انتلقت فعاليات معرض صنع في دنيات الأثاث بمبنى مشاريع مصر التابع للجهاز بأرض المعارض بمدينة نصر وذلك تشجيعا للصناعة الوطنية والنهوض بإحدى الصناعات المهمة التي تشتهر بها المحافظة وتحظى منتجاتها بسمعة عالمية طيبة للمزيد من التفاصيل يستعرضه لنا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس وأهم أحداث المعرض نعم معرض صنع في دنيات في نسخاته الثانية هذا العام ودورته السادسة بشكل عام فتح اليوم أبوابه للزائرين وتبدأ بالفعل زيارة المعرض من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء ولكن يستمر هذا المعرض في نسخاته الثانية هذا العام من اليوم وحتى العاشر من نفس الشهر أي عاشرة يونيو 2022 نتحدث عن هذا المعرض الذي يضم 70 عارض مختلف ليعرض أثاث دمياض المتنوع بأخشابه المتنوعاء والذي يعرض بالطبع جودة الصناعة المصرية للأثاث الدمياضي يستغل العارضين هنا يستغل العارضون هنا هذا المعرض ليعرض منتجاتهم وليكون فرصة لتسويق هذه المنتجات محليا وأيضا عالميا هناك تخفضات كبيرة في هذه النسخة تبدأ من 15% إلى 20% وأيضا هناك عروض خاصة على الغرف مثل غرف المعيشة وغرف النوم وغرف الأطفال والمطابق وغيرها من الأثاث الذي يخص المنازل هنا في هذا المعرض هناك أيضا تخفضات وصلت وعروض تصل إلى 50 ألف تقريبا 50 ألف جنيه شامل للمنزل أربع أو خمس غرف مختلفين في هذا العارض تحدثت عنه أيضا الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال افتتاحها في صباح اليوم هذا المعرض معها الدكتورة مانيال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد العال محافظ القاهرة الذين افتتحوا اليوم المعرض وتحدثوا عن هذه التقفضات الخاصة أيضا في هذه النسخة التي تختلف عن النسخة الماضية خلال حديث مع العارضين تحدثوا عن أنهم يستفيدوا استفادة كبرى بعرض هذه المنتجات داخل القاهرة وخارج القاهرة بالطبع وفرصة للتسويق محليا وأيضا تحدثوا عن التسهيلات التي قدمتها الوزارة إما بتقل الأفاث للقاهرة أو بيعطاهم المكان المناسب ليعرضوا جميع المنتجات الخاصة بهم داخل هذا المعرض أيضا هذه النسخة تم فتحها بالفعل بعد إقبال كبير خلال النسخة الأولى هذا العام إقبال كبير جدا وأيضا كان هناك إقبال من العارضين نظرا لما قدمه المعرض بشكل عام من فائدة للعارض والمواطن بسبب هذا الإقبال الكبير تم فتح هذه النسخة الثانية ومن المفترض أن تكون هناك نسخة ثالثة ورابعة هذا العام فقط وكل ذلك بالطبع توجهات الدولة لدعم الصناعة الوطنية وخصوصا صناعة الأفاث وكان هناك عرضين أيضا من مدينة الدميات للأفاث ليعرضوا منتجاتهم هنا في هذا المعرض ليستمر حتى العاشر من هذا الشهر من جديد مرحبا بكم وإلى البورصة المصرية حيث أنهت المؤشرات تعاملات اليوم على تراجع جماعي بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء وسجل رأس المال السقوي مستوى 661.2 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 10,150 نقطة وأغلق عند 10,083 نقطة مرتفعا بنسبة 65% وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 1744 نقطة وأغلق عند 1726 نقطة منخفضا بنسبة 1.2% فتح مؤشر EGX100 عند مستوى 2621 نقطة ليغلق عند 2596 نقطة متراجعا بذلك بنسبة 95% إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 18.56 جنيه للشراء و18.67 للبيع سجل اليورو 19.87 للشراء و20 جنيه للبيع وصل الجنيه الاسترليني اليوم نحو 23.33 للشراء والبيع 23.48 الدرام الإماراتي 5.5% للشراء و5.8 للبيع الريال السعودي وصل اليوم 4.95 للشراء و4.98 للبيع ذكرت أربعة مصادر في أوبيك بلاس أن اجتماعات فين للتكتل قد نعقد اليوم ولم يناقش فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق لإمدادات النفط جاء ذلك قبيل محادثات غد الخميس لوزراء من منظمة البلدان المصدرة للبيترول أوبيك إلى جانب روسيا ودول أخرى ذلك لتحديد سياسة إنتاج النفط ومن المتوقع أن يؤكدوا على زيادة متفق عليها مسبقا في إنتاج النفط انتهت وقفتنا الاقتصادية بنشرة السادسة وعود مرة أخرى إلى نها وفاطيما إليكم شكرا حكمة عبد الحميد على هذه الوقفة الاقتصادية إذن مشاهدين ختم نشرتنا والنهاية بالعنوي الرئيس السيسي يستقبل مفاوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الجوار وإشادة أوروبية بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية مدبولي يوجه بسرعة تفعيل مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن لفروف يشدد على ضرورة سحب السلاح الثقيل من أوكرينيا ويشير إلى احتمالية طورة دولة ثالثة في الأزمة بسبب تزويدها كياذ بالسلاح مشاهدين وصلنا إلى ختم هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري نشكركم على طيب المتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة